السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الرابعة الدرس الثاني دوال القيمة المطلقة الجزء الأول أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو تعريف دالة القيمة المطلقة تمثيل دالة القيمة المطلقة بيانيا بالإضافة إلى التعرف على الخصائص الأساسية لدالة القيمة المطلقة تأملوا معي أعزائي الطلاب خط الأعداد التالي ولنختار عليه ثلاثة نقاط كما يلي M عند 0 A عند 3 والنقطة B عند negative 3 لو سألتكم ما المسافة بين A و M أحسنتم لدينا ثلاث وحدات بين A و M فالمسافة 3 وأيضا ما المسافة بين B و M نعم أيضا لدينا ثلاث وحدات بين B و M فالمسافة أيضا 3 ولو أردنا أن نحسب المسافة تجبريا من A إلى M نكتب 3-0 equals 3 وكذلك لو أردنا أن نحسب المسافة تجبريا بين B و M نكتب negative 3-0 equals negative 3 ولكن مهلا هل هذا صحيح؟ المسافة negative 3 أحسنتم هذا غير ممكن لا يمكن للمسافة أن تكون سالبة فلذلك للتخلص من الناتج السالب نضع رمزا جديدا حول المقدار المطلوب بشكل خطين عمودين كما يلي وهذا الرمز يعطي القيمة المجيبة للمقدار الذي داخله أو صفرا لو كان داخله صفرا فمثلا هنا لو استخدمنا رمز القيمة المطلقة مع المقدار negative 3-0 سيكون الناتج 3 وكذلك لو استعملنا نفس الرمز مع المقدار 3-0 فنحصل على 3 أيضا ندعو هذا الرمز بالقيمة المطلقة Absolute Value ونقول Absolute Value of negative 3-0 equals 3 وأيضا Absolute Value of 3-0 equals 3 في الصورة التي أمامكم لدينا هذه القيم تمثل المسافة بين الطريق على يسار الصورة هنا وبين كل مكان محدد فيها فالمسافة من الطريق إلى هذه النقطة والتكن A تساوي 2 ميلز أي ميلان والمسافة من أول الطريق إلى هذه النقطة عند الشلال والتكن M خمسة أميال والمسافة من الطريق حتى هذه النقطة والتكن B ستة أميال وأخيرا المسافة من الطريق إلى النقطة الأخيرة هنا والتكن C لدينا ثمانية أميال يوجد ثلاثة أشخاص في هذه النقاط الثلاث يريدون الذهاب إلى النقطة M والتجمع عند الشلال ولكن كيف يمكن استعمال مؤشرات المسافة المبينة في الصورة لإيجاد المسافة التي سيقطعها كل شخص ليصل إلى الشلال أي كيف يمكن أن نستخدم هذه القيم في الصورة لإيجاد المسافة التي سيقطعها كل شخص نعم أحسنتم نستعمل القيمة المطلقة لإيجاد المسافة فالشخص الأول سيقطع المسافة من A إلى M ونقول Absolute value of 2-5 equals 3 أي ثلاثة أميال والشخص الثاني سيقطع المسافة من B إلى M ونقول Absolute value of 6-5 equals 1 أي ميل واحد وأخيرا الشخص الثالث سيقطع المسافة من C إلى M ونقول Absolute value of 8-5 equals 3 أي ثلاثة أميال وبهذا نكون قد استعملنا القيمة المطلقة لإيجاد المسافة التي سيقطعها كل شخص نسمي الدالة التي نستعمل فيها رمز القيمة المطلقة بدالة القيمة المطلقة وأبسط صيغة لها هي الدالة الرئيسة F of X equals Absolute value of X لنتعرف سوياً على دالة القيمة المطلقة F of X equals Absolute value of X أولاً لنرى التمثيل البياني لهذه الدالة سننشئ جدولاً ونضع قيماً لـ X لإيجاد قيم Y ثم نمثل النقاط على شبكة المحاور الإهداثية فعندما X equals negative 3 نعوض في القيمة المطلقة فنحصل على Absolute value of negative 3 equals 3 حيث أن القيمة المطلقة تعطي قيماً موجبة وأيضاً عندما X equals negative 1 Absolute value of negative 1 equals 1 وكذلك Absolute value of 0 equals 0 وأيضاً Absolute value of 1 equals 1 وأخيراً Absolute value of 3 equals 3 نعين هذه النقاط على شبكة المحاور الإهداثية negative 3 3 نقطة الأولى negative 1 1 نقطة الثانية وأيضاً عند نقطة الأصل 0 0 ونقطة 1 1 وأخيراً النقطة 3 3 نصل بين هذه النقاط فنحصل على التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة الرئيسة F of X equals absolute value of X والآن ما مجال ومدى هذه الدالة؟ لنبدأ بالمجال أولاً ما رأيكم؟ كيف نحدد مجال هذه الدالة؟ نلاحظ من خلال التمثيل البياني أن قيمة X لهذه الدالة هي كل الأعداد الحقيقية من السالب مال النهاية إلى الموجب مال النهاية فيكون المجال من negative infinity إلى positive infinity وماذا عن المدى؟ كيف نحصل على مدى هذه الدالة؟ نعم إن مدى الدالة من أقل قيمة على المحور Y إلى أعلى قيمة نلاحظ أن أقل قيمة على المحور Y هي عند الزيرو إلى أعلى قيمة إلى الموجب مال نهاية فيكون المدى من زيرو في قوس مغلق إلى positive infinity هل هذه الدالة متصلة؟ صحيح نلاحظ أن الدالة متصلة لكل قيم X في مجالها وذلك لعدم وجود انقطاعات أو فجوات في منحنة الدالة ما فترات التزايد والتناقص؟ نلاحظ أنه كلما ازدادت قيم X إلى الزيرو فإن قيم Y تتناقص بالمقابل فالدالة متناقصة في فترة واحدة من negative infinity إلى الزيرو بقوس مغلق وأيضا كلما ازدادت قيم X من زيرو إلى الموجب infinity فإن قيم Y تتزايد بالمقابل وبالتالي توجد فترة تزايد واحدة وهي من زيرو بقوس مغلق إلى positive infinity هل الدالة زوجية؟ كيف نعلم إن كانت الدالة زوجية أم ليست زوجية بيانيا؟ أحسنتم يجب أن تكون متناظرة بالنسبة للمحور Y فلو أخذنا نقطة من على منحنة الدالة ولتكون 2-2 نلاحظ أنها متناظرة بالنسبة للمحور Y وصورتها negative 2-2 وكذلك لو أخذنا أي نقطة من منحنة الدالة سنجد أنها متناظرة بالنسبة للمحور Y وبالتالي محور التناظر هو المحور Y ومعادلته X equals zero أي أن الدالة زوجية هل توجد قيمة قصوى للدالة؟ نعم نلاحظ وجود قيمة صغرى عند نقطة الرأس zero zero وهل يوجد خطوط تقارب؟ صحيح ليس لها خطوط تقارب نفقية أو رأسية وأخيرا ما السلوك الطرفي لهذه الدالة؟ نلاحظ أنه عندما X تقترب من negative infinity فإن قيمة F of X تقترب من positive infinity ونكتبه limit absolute value of X عندما X تقترب من negative infinity equals positive infinity وأيضا عندما X تقترب من positive infinity فإن قيمة F of X تقترب من positive infinity أيضا ونكتبه limit absolute value of X عندما X تقترب من positive infinity equals positive infinity نأخذ الآن المثال الأول صفحة 175 في كل مما يلي مثل الدالة بيانيا أوجد المجالة والمدى للدالة وحدد ما إذا كانت متزايدة أو متناقصة G of X equals half absolute value of X H of X equals negative 4 absolute value of X الحل نبدأ بالجزء A والدالة G of X equals half times absolute value of X إن الدالة الرئيسة هي absolute value of X مضربة بمقدار أصغر من واحد ما نوع التحويل الذي حدث هنا؟ أحسنتم تضيق رئسي بمعامل مقداره one half ولتمثيل هذه الدالة بيانيا ننشئ جدولا ونختار قيمة مناسبة لX فمثلا عندما X equals negative 4 يكون G of X equals 2 وعندما X equals negative 2 فإن G of X equals 1 وهكذا لبقية القيم نعين هذه النقاط على تبكة المحاولة الإحداثية negative 4 2 negative 2 1 ونفطة الأصل 0 0 2 1 وآخيرا 4 2 نصل بين هذه النقاط فنحصل على التمثيل البياني للدالة G of X أين تقع القيمة الصغرى لهذه الدالة؟ أحسنتم القيمة الصغرى عند نقطة الرأس 0 0 نريد إيجاد المجال ما مجال هذه الدالة؟ صحيح نلاحظ أن قيم X لهذه الدالة هو كل العداد الحقيقية ونكتب المجال من negative infinity إلى positive infinity ما مدى هذه الدالة؟ نعم المدى من نقطة الرأس 0 إلى المالة النهاية الموجبة وبالتالي المدى يكون من 0 بقوص مغلق إلى positive infinity والآن نريد أن نحدد ما إذا كانت الدالة متزايدة أم متناقصة ما رأيكم؟ صحيح كلما ازدادت قيم X إلى 0 فإن قيم Y تتناقص بالمقابل فالدالة متناقصة في الفترة من negative infinity إلى 0 بقوص مغلق وكذلك عندما تزداد قيم X من 0 إلى الموجبة ما لا نهاية فإن قيم Y تتزايد بالمقابل وبالتالي التزايد في فترة واحدة من 0 بقوص مغلق إلى positive infinity ويمكن أن نقارن الدالة G مع الدالة الرئيسة F equals absolute value of X من خلال التمثيل البياني حيث أن الدالة G ناتجة عن تضيق الرأسي للدالة الرئيسة absolute value of X ننتقل للجزء B الدالة H equals negative 4 times absolute value of X إن الدالة الرئيسة absolute value of X مضروة بـ negative 4 ما نوع التحويل الذي حدث هنا؟ أحسنتم الإشارة السالبة تدل على انعكاس حول المحور X والعدد 4 يدل على تمدد رأسي بمعامل مقداره 4 وأيضا لتمثيل هذه الدالة بيانيا نختار قيما مناسبة لX وننشو جدولا ونوجد قيمة H of X فمثلا عندما X equals negative 2 نحصل على negative 8 وعندما X equals negative 1 نحصل على negative 4 وهكذا لبقية القيم نعين النقاط التي حصلنا عليها على شبكة المحاور الأهدافية negative 2 negative 8 negative 1 negative 4 0 0 1 negative 4 وأخيرا 2 negative 8 نصل بين هذه النقاط فنحصل على التمثيل البياني للدالة H of X هل يوجد قيم قصوى عظمى أو صغرى لهذه الدالة؟ نعم للدالة قيمة عظمى عند نقطة الرأس 0 0 ما مجال هذه الدالة؟ صحيح إن المجال هذه الدالة هو كل العداد الحقيقية ونكتب المجال من negative infinity إلى البوستف infinity ما مدى هذه الدالة؟ نعم المدى من negative infinity إلى أعلى نقطة في هذه الدالة وهي عند نقطة الرأس ونكتب المدى من negative infinity إلى 0 بقوس مغلق ما فترات التزايد والتناقص؟ نلاحظ أنه كلما ازدادت قيم X إلى الصفر فإن قيم Y تتزايد فنكتب التزايد في فترة واحدة من negative infinity إلى 0 بقوس مغلق وكذلك عندما تتزايد قيم X من 0 إلى الموجب من النهاية فإن قيم Y تتناقص فنكتب التناقص في فترة واحدة من 0 بقوس مغلق إلى بوستف infinity ويمكن أيضا أن نقارن التمثيل البياني للدالة الرئيسة مع الدالة H of X حيث أن الدالة H of X هي انعكاس للدالة الرئيسة حول المحور X وتمدد الرئيسي بمعامل مقداره 4 حاول أن تحل التمرين الأول صفحة 185 مثل الدالة بيانيا وأوجد المجال والمدى G of X equals negative one quarter times absolute value of X والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو ثم حاول حل التدريب والآن قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة